موسيقى المعروفين باسم القبعات الزرق الذين استمرت محاولتهم لإعادة فتح الطرق المغلقة بمساعدة رجال الإطفاء في المحافظة بعدما أعلن الرئيس التركي رجل طيب أردغان في مؤتمر انسحافي الأثنين مقتل حوالي 35 عنصر من قوات النظام السوري ردا على قصف الأخيرة لموقع تركي أدى إلى مقتل ستة جنود أتراك أفادت وكالة الأنباء السورية التابعة للنظام أن رد القوات التركية في ريف إدلب لم يصفر عن أي إصابة أو ضرر في حين أعلنت روسيا أن تركيا لم تنفذ ضربات جوية على مواقع قوات النظام السوري